هدد رئيس الإيراني مسعود باسشيكيان الأربعاء برد صارم في حال أي هجوم ينفذه كيان الاحتلال على بلاده وخلال لقائه رئيس الوزراء الإيثوبي أبي أحمد على هامش القمة السادسة عشر لمجموعة البريكس في قزان بروسيا قال باسشيكيان إن استمرار جرائم الاحتلال في غزة ولبنان يجبر طهران على عدم ترك أفعاله دون رد وصفا دعم دول الغربية بأنه فعال في مواصلة هذه الجرائم إذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واتخذ إجراءات ضدنا فسيتلقى ردا حازما لا يصدق الاحتلال يواصل جرائمه بسبب الدعم الغربي وممارساته تهدف إلى إحراق المنطقة بأكملها استمرار تلك الجرائم في قطاع غزة ولبنان لم يبق لنا خيارا غير الرد